أهلاً أهلاً يوم جديد وتجربة جديدة طبعاً اليوم بيكون تجربتنا عن ورق خاص بالألوان المهية من شيئين تقريباً طربتها قبل شهر بس مستغربة لاش للآن ما استفتحته ولا جربت رسم فيه فأول ما تذكرت قلت تنسوي فيه فيديو طيب الورق صراحة مرة انصدمت مني لأنه وخدت تقريباً بسعر عشر ريال سبع ريال فيه حشرين ورقة مرة رخيص يعني حرفية مرة رخيص فتوقعت ان ورقة بتكون سيئة بس قلت انه بجرب المهم الورق تقريباً تحسونه قماش ورق بنفس الوقت يعني ما تحسونه ورق نفس الأوراق اللي أنا متعودة عليها لأنه المائية اللي أنا استخدمها غالباً وتكون غالية أو تكون مصنوعة من قطن غالباً طيب فالآن هنا قررت اني أجرب فيها رسمة صراحة مبهرت بنوعية الورقة فحسات انه اوكي راح اشتري أوراق مرة كثيرة المرة جاية بإذن الله لأنه سعرها مناسب وخامتها بطلة فتنفعني بالرسمات اللي حب انها تكون بسيطة وحلوة طيب الآن بنرسم بحر فيها كتجربة تمام استخدمت معاها ألوان قواش وكمان استخدمت معاها فرش الألوان والفرش كلبوها من كانفس وتلقون بالوصف كود الخصم إذا انتوا حابين تطلبون نفسها طيب أول شي راح اخلي الورقة بالكامل درجة وحدة لأني حاب ان الخلفية تكون فيها ضباب عرفتوا ما أبغاها تكون البحر وسيمة صافية لا أبغاها النظام اللي شوية فيها ضباب طيب فهنا تعمت اني أخلي درجة اللون فاتح طيب واعتمدوا التكنيك هذا ومرة راح تعجبكم ومرة راح تصوت معكم أول شي أخلي اللون يكون أزرق يعني قريب لون البحر بس يكون مرة فاتح كده طيب ولا أخليه الفاتح اللي يجي لدرجات السماوي لأ اللي يخليه يكون مايل للغامق أكثر عرفتوا بس انه تكون درجة خفيفة ما تكون تكيلة طيب بعدها أخليها قطعة كاملة اللون نفس ما انتم شايفين معايا طبعا هنا أنا صغرت الورق بحيث ان يكون الشرح عليها بسيط والرسمة سهلة لأنه لما أرسم عن مقاسات أكبر فتحتاج وقت أكثر وأنا أحب أشرح لكم المعلومة بطريقة سهلة وبوقت قصير بحيث انكم تشوفونها وطبقون معايا بكل سهولة طيب الآن بعد ما اشتغلت على الورق الآن الموية ما أخليه مرة كثير ببداية لاحظت وانا أوزع الموية انه فيه فراغات بالورق لأنه نفس الورق تحسون كده فيه تربيعات صغيرة من جوا فالموية حسيت انه ما وصل للعمق الورق طيب فراح تكررت أكثر من طبقة بس لما جلست اشتغل الرسمة بعديني طبقات طبقات لاحظت انه خلاص أول طبقة بس نسوي فيها طبقة يعني تديني طبقة غامقة طبقة تغطي للفراغات بعدين حرفيا ما نشيلها انه كل شيء بيكون تمام ما راح توضح معانا النقاط هذا الصغيرة طيب الآن بعد ما حطيت الورقة درجة كاملة استناهر لما تنشف تمام بعد ما استناهر لما تنشف أبدأ أسوي طبقة البحر البحر بيكون عندي لنص الورقة بالضبط تمام فطريقة رسم البحر نفسها هي تعتمد برضو على تكنيكات معينة طيب يعني لازم تحلمونها بحيث راح تسهل عليكم لما ترسمون البحر أو طريقة رسم نفس عمق البحر والتفاصيل اللي فيه بتطلع معاكم حرفيا ممرة حلوة ممرة سهلة حتى لو جربت ترسمونا بقلام رصاص راح تثبت معاكم طيب اللي هي مدخل لون الاستفاع الموي على نفس المستوى تمام تكون فيه فراغات بين كل لون ولون وكمان تختلف معاكم إذا هو أمواج وإلا هو بحر عادي على نفس المستوى عرفته فرقزوا برضو على النقاط هذه طبعا هنا البحر أنا سويته بأكثر من درجة طبعا فجأة كده سمعت شوط طلع فاستغربت نسيت أني جاي بأراني بزريدة طبعا إذا ما شفتوها نزلت صورها بالاستغرام سمعت وحدة يوكو وحدة بيس مرة حرفين مبسوطة فيها وحسا كده سويت لي تغيير جو لاني صراحة كنت زمان أحب واستمتع بتربية الحيوانات بس بعدين صراحة وقفت فالآن حبيت أن أرجع شغل في تربية الحيوانات فيب روحوا شوفوها طبعا رح تسمعون مداخلات كثير مرة لها وقت التسجيل حيث أنها تخير بشو تسوي أشياء طيب الآن هنا سويت الطبق الأولى حق البحر بدرجة نوعا ما تكون أفتح طبعا الدرجة اللي استخدمها استخدمت بس درجة أزرق بحري تقريبا كدر درجة شوي غامقة وأفتح الدرجة بس بالموية بدون ما أستخدم أي شي بعدين بالطبقات الأخيرة احتشت أني أغمق أكثر فاستخدمت معها درجة أسود بس نقطة مرة صغيرة بحيث تعطيني طبقة داكنة أكثر طبعا كل ما اشتغلني على الدرجات اللي تكون فاتحة ودرجات اللي تكون غامقة راح تعطيني تفاصيل واقعية أكثر وتعطيني لمسة كده أنه البحر فيه تفاصيل أكثر بروز وانخفاض والأشياء هذه طيب أعتمد على نفس الطريقة اللي أنا أسويها بالفرشة نفس طريقة الفرشة اللي هي أطلع وأنزل ما خليها كلبوها على نفس الصف لا أطلع وأنزل على قد ما أنا أسوي الدرجات وباختلاف الألوان هي نفس الطريقة ما يعني ما أجي ألوون بطريقة كاملة ونفس الورقة لا أعتمد على نفس التكنيك اللي أنا استخدمت في الموية أو نظام البحر بحيث يعطيني واقعية ويعطيني تفاصيل مرة كثيرة ونفس ما أنا حبتها طيب الآن هنا أخدت الفرشة الصغيرة بحيث أني أقدر أغمق الدرجة وأحط تفاصيل بسيطة صغيرة كده تحسونها تعطيني انخفاض أو تعطيني أماكن ضل أكثر بالبحر فتعطيني أنه في تفاصيل بروز ولمعوا ضل يعني إضاءة وضو إيش اسمه قلت كل الكلمات إلا اللي أنا بقولها طيب الآن هنا جاهزة أشتغلها زي ما تشاهدين الدرجة تكون شوية بس غامقة مرة شوية غامقة يعني ما أخليها مرة غامقة لأنني أحب أنه بتكون التدرجات متناسقة مع بعض وما تكون شادة تطلع لي غامق وفاتح لأنا بغت تكون كده التدرجات متناسبة مع بعض الآن حدث البحر عندي من فوق زي ما تشاهدين الجزئية اللي تفصل ما بين السماء والبحر راح أبرزها بتشكل مرة خفيف طيب خط بسيط بحيث يعطيني درجة داكنة أكثر طيب بس بعدين راح أخففها يعني أوصل لنقطتين ببعض بدرجة شوية تكون متناسبة معاها راح تعطيني زي الضباب تخلي اللي يشوف الرسمة يحس أنه فيه منطق الضباب ما بين جزئية السماء وما بين جزئية البحر ففعليا الرسمة هذه مرة مبسط فيها أنا صراحة مرة أمبسط بالمائي وحس كده شيء لامس قلبي الألوان مرة تعجبني فيب مرة حت فيه مرة مرة مبسوطة فيها وكمان اللي طبقون يرسوا ليها على استقرام بحيث أنه مرة أمبسط لما أشوف نتائج تطبيقاتكم طبعا الآن القواش هنا استخدمتها بسلوب المائي ما استخدمتها بسلوب القواش لأنه صراحة أميل للمائي أكثر طبعا هذا الطبق اللي أنا أقول لكم عليها أنه أدمج البحر مع السماء بحيث يعطيني طبقة الضباب أكثر وتعطيني الرسمة كده إحاق مرة حيلة وأنه فيه واقعية أكثر وفيه عمق بالرسمة طيب الآن هنا حاولت أنه أسوي غيوم بس ما أبغى الغيوم تكون واضحة أبغاها تكون الضبابة مغطي عليها بس أعطي تأثير أنه فيه غيوم يعني زي اللمس الخفيفة طيب فأول شي حطيتها بنفس الدرجة الأزرق اللي نسوتها في البحر طيب بس اللي كان فيه شوية أسود وبعدين رح أرجع وأغطي عليها بالكامل بدرجة ثانية طبعا طبقات الماء الحلو فيها إنها هي شفاف فتعطينا تأثير مرة حلوة لما إحنا نحط طبقة على طبقة تمام فيب أنا صراحة أبسط له هنا وأحس أني مرة مبسوطة فيها بس أني حاب أضيف عليها تفاصيل أكثر بحيث أعطيها عمق أكثر وبتوقع أنه صراحة الأيام الجاي كلبها بتكون رسمات بالمائي لأني أحس فيني شغف للمائي أكثر بما أني قاطعت تقريبا لي سنة أو أكثر طيب الآن هنا غمكت درجة طيب أخذت درجة أزرق تكون يعني الدرجة ما ثقلتها بالموية أو ما خففتها بالموية خليت الدرجة زي ما هي يدوب بس نقطة موية بحيث تساعدني أنها تمر على الورقة وجلست أكرر الأماكن بغاها تكون فيها تفاصيل غامقة أكثر الآن نرجع لجزئية السماء طيب بعد ما أشتغل على البحر رح أرجع للسماء وراح أخليها فيها درجة غامقة أكثر اللي هي لون الأزرق الفاتح شوية زي ما قلت لكم أنا حاب أنها تكون أتمية لأنها ضباب أكثر ما إنها السماء صافية طيب وقد رسمنا سماء وبحار وغيوم ونزلتها لكم هنا بطريقة القواش ما هو بطريقة الرسم بالألوان المائية طيب الآن إذا أنتم حابين تطبقونها بالألوان المائية تتبعوا نفس الطريقة هنا حسيتم فيه موية شوي زايد خففته بالمنديل إذا حسيتم أنه تبغون تضيفون إضاءة لونها أبيض تقدرون تمسحونها بالمنديل أو إذا أنتم تخففون موية لمسة خفيفة بس طيب الآن هنا بس سونا جزئية بس حبيت أني أضيف لها تفاصيل أكثر فراح نكمل برضو لأن ما أوصل للجزئية اللي أنا أحس أنه خلاص الرسمة كده عجبتني وأكتفي فيها طيب الآن هنا أخدت طبقة أزرق زيادة غامكة وهي اللي بتكون عندي اللمسات الأخيرة راح أضيف فيها إيش راح أضيف فيها الخطوط الخفيفة اللي تيجيني إنعكاس بالبحر طيب عشان تعطيني واقعية البحر فيعطيني اللمعة اللي هي الدرجات اللي تحت يعطيني اللمعة إنه درجة فاتحة كأني أنا كده فيه يعني حاطة لمعة على الرسمة فهنا أنتوا لو ما تحكمون بالفرشة تحكمون بالدرجات حرفيا مرة راح تخدمكم برسمتكم ومرة راح تطلع شكلها مرة بطل حرفيا مرة حلوة راح تكون مبسطين فيها فالآن شوفوا الجزئية الصغيرة اللي أنا سواتها على فوق حطيت بس تفاصيل صغيرة قدتني لمسة مرة حرفيا احترافية ومرة لمسة حلوة إنه رسمة فيها تفاصيل بحر وفيها تفاصيل لمعة الموية فيب اتبعوا نفس التقنيات اللي أنا سويها وبإذن الله راح تنبهرون من النتيجة الحلوة طيب الآن عن نفس الطريقة أخذ لون عزرك ما أخففه بالموية مرة لأنه نحب إنه درجات تكون تميل إنها غامقة أكثر وأكرر على كامل الطبقات الآن هنا بالفرشة بشكل خفيف بدون ما أضغط عليها أخلي اللون الأزرق يجي على كامل الرسمة لأنه في درجات كانت باطحة وغامقة اشتغلنا عليها من أبداية فالآن بشكل خفيف مرة بس أسوي مسحة خفيفة كذا راح تعطيني تفاصيل البحر وتعطيني تشبع باللون مرة حيلو أنا صراحة لما أجي أرسم يهمني للألوان لتكون تدرجاتها مرة حلوة ومرة واضحة معاي طبعا اللي ما سووا متابعة القناة يسوون متابعة تلولي على تيك توك وعلى الاستجرام أنزل بتيك توك أسوي لكم شروحات دايما مجانية والاستجرام دايما أسوي فعليات بالستوري وكمان أحطت لكم أدوات الرسمة اللي أنا استخدمها والروابط حقتها في الهيلات بالاستجرام طيب الآن هنا حبيت أنه يعني حبيت أنه أخلي طبقة البحر تكون مدموجة مع السماء شوية وتكون فيها تفاصيل زي اللي كيف ارتفاع وانخفاض في الموية فأجي أسويها بخط بسيط بدون ما أضغط على الفرشة الفرشة هذه حرفيا مرة حلوة اللي هي تقدم تتحكمون فيها أنها تكون فرشة تفاصيل وبنفس الوقت تكون فرشة أنكم تستخدمونها بالكامل بالرسمة فبإذن الله المرات الجاي رح نطبق على رسمة واقعية بلوتري رسمة وج وراح تكون بس بالفرشة هذه بدون ما نستخدم أي شيء ثاني عرفيا اكتشفت أن الفرشة هذه تكفي وحقت سعرها بمعنى الكريمة طيب الآن هنا تفاصيل البحر هي تقريبا هاي كلبوها اللمسات الأخيرة أجي أبرز فيها ارتفاع وانخفاض البحر كيف أسويها بإني أسوي زي المثلث الخفيف أما يكون مرتفع على فوق أو نازع على تحت بحيث أعطيني تموج البحر الواقعي طيب وتعطيني لمسة حرفيا مرة حلوة برضو رح أحط لون أبيض بس لأن الأبيض مرة رح يكون خفيف مرة رح يكون لون أبيض مباشر كان أقدر أحط لمعات اللي تعطيني انعكاس شمس بس لأني حبتها أنها تكون بضباب ما استخدمت اللمعة اللمعة لما نحطها رح تعطيني لمسة واقعية اللي هي كانوا انعكاس الشمس على البحر طيب فلو جيت بتحطونها اتبعوا اتجاه معين لا تشكلوا لأنه قاطعين ويسار لللمعة لا اتبعوا اتجاه معين اللي هو يكون اتجاه الشمس بشكل مباشر عشان تعطيكم نتيجة ومرة حلوة الآن هنا جاست أضيف اللون الأبيض بشكل خفيف مرة ما تعمت انه يكون الأميض واضح لا بس حبيت انه تكون درجة سماوي فاتح عشان تعطيني تفاصيل خفيفة ولمعة خفيفة زي ما قلت لكم ما أبغى يكون اللون أبيض بشكل كامل بكذا يكون خلصنا الرسمة حرفيا أنا مرة عجبتني مرة انبسط فيها انبسط بورق شيئين ما توقعته صراحة بهذه الجودة كون السعر رخيص وكون شيئين ومتخصصين بأدوات الرسم بس حرفيا مرة مبهرت هل رح أرجع أشتري الورق مرة ثانية أكيد مرة أكيد رح أشتري وراح أشتري مجموعات مرة كبيرة بحيث اني ما تخلص علي وتجلس معي الفترات طويلة لأنه استرخص سعرها مرة فحسيت انه الورق مرة حلو ومرة يعني يساعد انه أرسم رسمات كثيرة زي ما قلت لكم الورق صراحة ما كان ورق قد ما انه حسنت يميل للكماش آخر لمسة سويتها فرشة التفاصيل اللي هي حطيت آآ طيور لأنني صراحة أحب لمسة الطيور على البحر تعطي كده جو شائع اللي جو مرة حلو فيب يعطيكم ألف عافية ممتنة لكم إذا وصلتوا لنهاية المقطع له هنا أعطوني لايك واشتراك وتعليق حلو أشوفكم في الشرح الجاي